الهزيل يوم السبت الماضي امام فنزويلة عندما خاض ثاني لقاء الله على ارضه ضمن تصفية كأس العالم 2010 امام منتخب البيرو ففي المباراة التي اقيمت في العاصمة الارجوانية موندي فيديو ضمن جولة السادسة من التصفيات لم ينتظر اصحاب الارض طويلا للتعبير عن نواياهم في اللقاء حيث منحهم دييغو فورلان الافضلية بعد مرور ثمان دقائق محرزا الهدف الاول وقبل نهاية الشوط الاول بسبع دقائق ضاعف فورلان من حصيلته الشخصية في المباراة اثر تسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة والثلاثين لينتهي الشوط بتقدم الارجوي بنتجة هدفين مقابلا لا شيء وبعد الاستراحة اكمل مهاجم اتلتيكو بدريد فورلان ثلاثيته في اللقاء في الدقيقة السابعة والخمسين ليسلم بعدها مقاليد تسجيل الاهداف لزميله كارلوس بوينو الذي عزز من جانبه من تقدم الارجوي في الدقيقة الحدية والستين محرزا الهدف الرابع لابطال العالم عامي الف سعمائة وثلاثين و الف سعمائة وخمسين بعدها بتسع دقائق ضاعف بوينو من رصيد اهدافه في المباراة مسجلا خامس اهداف الارجوي في الدقيقة السابعين وقبل صافرة النهاية بالثاوان وضع سبسيان ابريو اسمه على قائمة المسجلين باضافته هدفا اخر انهى به مهرجان اهداف الارجوي التي خرجت منتصرة بستة اهداف نظيفة امام البيرو المسكي